أحل مجلس النواب ستة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وبعد المناقشات والاستماع لأراء الأعضاء وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد كما وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية جلسة جديدة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي واصل خلالها مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله الجلسة بدأت بإحالة رئيس المجلس ستة مشروعات قوانين مقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها وبعد المناقشات والاستماع لأراء الأعضاء وفق المجلس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد كما وفق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القول بأن الحكومة تقدمت بهذا المشروع من أجل البدء في بيع المستشفيات الحكومية والإضرار بمصالح المواطنين هو مجرد ادعاء لأن مشروع القانون حتى بالنسبة للمستشفيات القائمة الهدف منه تطوير هذه المستشفيات ليس بالبيع وإنما بالانتفاع ولمدة أقصاها خمسة عشر عاماً والانتفاع بالمرافق العامة بمنح الالتزام ليس ابتداعاً أو وليد اليوم وإنما هو حكم درجت عليه الدساتير المصرية هذا وانتصر المجلس للأطقم الطبية المصرية وقرر تخفيض نسبة الأطقم الأجنبية بالمنشآت الصحية القائمة بنسبة لا تجاوز عشر في المائة بدلاً من خمسة وعشرين في المائة من إجمالية عدد العاملين بها كما وافق على أن تكون النسبة خمسة وعشرين في المائة فقط للأطقم الطبية من الأجانب في المستشفيات التي سينشئها المستثمر على نفقته بعد صدور هذا القانون كما وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 أيضاً وافق المجلس نهائياً على مشروعات قوانين بربط الحساب الختمي للموازنة العامة للدولة وربط الحسابات الختمية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي وموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها وذلك عن السنة المالية 2022-2023 والحساب الختمي لموازنة مجلس النواب عن السنة المالية 2022-2023 ومنحة مقدمة إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان اشتركوا في القناة